يومان إضافيان من المفاوضات الماراتونية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول اتفاقية تنظيم العلاقات بينهما لم يتوصل الجانبان خلالها إلى أي تقدم في الملفات الثلاث وهم ملف الصيد البحري، ملف طريقة حل النزاعات والهيئات القانونية المخولة لذلك وكذا ملف احترام التنافسية العادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الذي يتخوف من لجوء بريطانيا إلى ممارسة قد تلحق وضررا كبيرا باقتصاد الاتحاد إذا متى حولت إلى ملاذ آمن للتهرب الضريبي ما نناقشه اليوم مع المملكة المتحدة هو هل يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق شراكة واسع جدا ولن يكون فقط اتفاق تجاري بسيط والاتفاق فيه جوانب أخرى فهذا واضح بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي رغم أننا في مرحلة انتقالية حتى نهاية آخر يوم من سنة 2020 وما سيحصل من بعد فهو مرتبط بالمفاوضات الجارية الآن المفاوضات تستمر خلال الأيام القادمة وستتوضح الأمور يوم الأربعاء القادم حسب التصريحات الأوروبية وسط تضرب للأنباء يسودها الكثير من التشاؤم حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الهيئات التنفيذية ثم التصديق عليه من البرلمانات قبل تاريخ 31 من الشهر الحالي الوقت المحدد أمام انتهاء المفاوضات قصير جدا والملفات المطروحة على طاولة النقاش ضخمة جدا ومعقدة الخوف من انفصال بريطانيا دون اتفاق يزداد مع مرور الساعات لتبقى أسواق المال في حالة ترقب في انتظار إعلان موقف رسمي حول نتائج المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التشاؤم هو سيد الموقف وسيناريو انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق هو الأرجح نختفرات لقناة الإخبارية بروكسل